الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب عنوان قصة المعراج قال ابن اسحاق وحدثني من لا اتهم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغت مما كان في بيت المقدس اتي بالمعراج ولم ار شيئا قط احسن منه وهو الذي يمد اليه ميتكم عينيه اذا حضر فاصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي الى باب من ابواب السماء يقال له باب الحفظة عليه ملك من الملائكة يقال له اسماعيل تحت يديه اثنى عشر الف ملك تحت يدي كل ملك منهم اثنى عشر الف ملك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث بهذا الحديث وما يعلم جنود ربك الا هو فلما دخل بي قال من هذا يا جبريل قال هذا محمد قال اوقد بعث قال نعم قال فدعالي بخير وقاله لما دخلت السماء الدنيا رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه ارواح بني ادم فيقول لبعضها اذا عرضت عليه خيرا ويسر به ويقول روح طيبة خرجت من جسد طيب ويقول لبعضها اذا عرضت عليه اف ويعبس بوجهه ويقول روح خبيثة خرجت من جسد خبيث قلت من هذا يا جبريل قال هذا ابوك ادم تعرض عليه ارواح ذريته فاذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها وقال روح طيبة خرجت من جسد طيب واذا مرت به روح الكافر منهم افف منها وكرهها وساءه ذلك وقال روح خبيثة خرجت من جسد خبيث ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الابل المشفر شفة البعير في ايديهم في ايديهم قطع من نار كالافهار جمع فهر حجر في مقدار ملء الكث يقف يقف يقفونها في افواههم فتخرج من ادبارهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء اكلت اموال اليتاما ظلما ثم رأيت رجالا لهم بطون لم ارى مثلها قط بسبيل الف العون يمرون عليهم كالابل المهبومة العطاش حين يعرضون على النار يطعونهم لا يقدرون على ان يتحولوا من مكانهم ذلك قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء اكلت الربا ثم رأيت رجالا بين ايديهم لحم سمين طيب الى جنبه لحم غث منتن الغث الضعيف المهزول يأكلون من الغث المنتن ويتركون السمين الطيب قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يتركون ما احل الله لهم من النساء ويذهبون الى ما حرم الله عليهم منهم ثم رأيت نساء معلقات بثديهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء التي ادخلن على الرجال من ليس من اولادهم ثم اصعدني الى السماء الثانية فاذا فيها ابن الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا ثم اصعدني الى السماء الثالثة فاذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر قلت من هذا يا جبريل قال هذا اخوك يوسف ابن يعقوب ثم اصعدني الى السماء الرابعة فاذا فيها رجل فسألته من هو قال هذا ادريس قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعناه مكانا عليا ثم اصعدني الى السماء الخامسة فاذا فيها كهل ابيض الرأس واللحية عظيم العثنون اللحية لم ارى كهلا اجمل منه قلت من هذا يا جبريل قال هذا المحبب في قومه هارون ابن عمران ثم اصعدني الى السماء السادسة فاذا فيها رجل آدم طويل أقنى كأنه من رجال شنوة فقلت له من هذا يا جبريل قال هذا اخوك موسى ابن عمران ثم اصعدني الى السماء السابعة فاذا فيها كهل جالس على كرسي الى باب البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يرجعون فيه الى يوم القيمة لم ارى رجلا اشبه بصاحبكم ولا صاحبكم اشبه به منه قلت من هذا يا جبريل قال هذا ابوك ابراهيم ثم دخل بي الجنة فرأيت فيها جارية اللعساء اللعساء التي يضرب لون شفتها الى السواد قليلا فسألتها فسألتها لمن انت وقد اعجبتني حين رأيتها فقالت لزيد بن حارثة فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلت راجعا فلما مررت بموسى بن عمران ونعم الصاحب كان لكم سألني كم فرض عليك من الصلاة فقلت خمسين صلاة كل يوم فقال ان الصلاة ثقيلة وان امتك ضعيفة فارجع الى ربك فاسأله ان يخفف عنك وعن امتك فرجعت فسألت ربي ان يخفف عني وعن امتي فوضع عني عشا ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك فرجعت فسألت ربي فوضع عني عشرا ثم انصرفت فمررت على موسى فقال مثل ذلك فرجعت فسألته فوضع عني عشرا ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك كلما رجعت اليه قال فارجع فاسأل حتى انتهيت الى او وضع ذلك عني الا خمس صلوات في كل يوم وليلة ثم رجعت الى موسى فقال لي مثل ذلك فقلت قد راجعت ربي وسألته حتى استحييت منه فما انا بفعل فمن اداهن منكم ايمانا بهن واحتسابا لهن كان له اجر خمسين صلاة مكتوبة عنوان عنوان وفاة ابي طالب وخديجة ثم ان خديجة بنت خويلد وابا طالب هلكا في عام واحد فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة وكانت له وزير صدق على الاسلام يشكو اليها وبهلك عمه ابي طالب وكان له عضدا وحرزا في امره ومنعة وناصرا على قومه وذلك قبل مهاجره الى المدينة بثلاث سنين فلما هلك ابو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاذى ما لم تكن تطمع به في حياة ابي طالب حتى اعتر له سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه فقامت احدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباكي ويقول بين ذلك ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ولما اشتكى أبو طالب اشتكى مرضا والشكو والشكوى والشكات والشكاء المرض وبلغ قريشا ثقلة قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا قال ابن عباس مشوا إلى أبي طالب فكلموا وهم أشراف قومه عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب في رجال من أشرافهم فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه ودينه فبعث إليه أبو طالب فجاء فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم فقال أبو جهل نعم وأبيك وعشر كلمات قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه فصفقوا بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إله واحدا إن أمرك لعجب ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وانضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شطط فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامه فجعل يقول له أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيمة فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لولا مخافة السبت عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسرك بها فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بإذنه فقال يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكريمة التي أمرته أن يقولها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع قال وأنزل الله تعالى في الرخط الذين كانوا اجتمعوا إليه وقال لهم ما قال وردوا عليه ما ردوا صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله تعالى أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعنون النصارى لقولهم إن الله ثالث ثلاثة إن هذا إن هذا إلا اختلاق ثم هلك أبو طالب عنوان سعي الرسول إلى ثقيف يطلب النصرى ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل فخرج إليهم وحده ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة عبد يا ليلة بن عمر ابن عمير ومسعود ابن عمر ابن عمير وحبيب ابن عمر ابن عمير وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال فقال له أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة يمرطها ينزعها ويرمي بها إن كان الله أرسلك وقال الآخر أما وجد الله أحدا يرسله غيرك وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا لإن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولإن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد قال لهم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه وعنه فيذئرهم ذلك عليه أذأره عليه أثاره وجرأه فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه الحائط البستان إذا كان عليه جدار ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه فعمد إلى ظل حبلة من عنب الحبلة شجرة العنب فجلس فيها وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي من بني جمح فقال لها ماذا لقينا من أحمائك فلما اطمأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر لي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ به لوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل علي صختك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس فقال له خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له كل فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله ثم أكل فنظر عداس في وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أي البلاد أنت يا عداس وما دينك قال نصراني وأنا رجل من أهل نينوى وهي قرية بالموصل من العراق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى فقال له عداس وما يدرك ما يونس بن متى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه قال يقول ابن ربيع أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك فلما جاءهما عداس قال له ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه عنوان أمر جن نصيب ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يأس من خير ثقيث حتى إذا كان بنخلة نخلة أحد واديين على ليلة من مكة يقال لأحدهما نخلة الشامية وللآخر نخلة اليمانية قام من جوف الليل يصلي فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبين وهي مدينة من بلاد الجزيرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم مندرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا فقص الله خبرهم عليه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله ويجركم من عذاب أليم وقال تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر الكصة من خبرهم في هذه السورة عنوان عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين لهم عن الله ما بعثه به قال ربيعة أولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان والغديرة الذؤابا من الشعر عليه حلة عدنية فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزة من أعناقكم وحلفاءكم من بني مالك ابن أقيش حاشية هم حي من الجن تنسب إليهم الإبل الأقيشية وهي إبل ليست عتاقة تنفر من كل شيء عودة للنص إلى ما جاء من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمع منه فقلت لأبي من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول قال هذا عمه عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب انتهى الوجه الأول قال ابن إسحاق حدثنا ابن شهاب الزهري أنه أتى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه وأنه أتى بني عامر ابن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فقال له رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ثم قال له أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء فقال له أفنهدف نحورنا للعرب دونك نهدفها نصيرها هدفا للرامي فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه فلما صدر الناس رجعت بن عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدروا أن يوافي معهم المواسم فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم فقالوا جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف التلافي التبارك هل لذناباها من مطلب والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم عن عبد الله بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده قدم سويد بن صامت أحد بني عمر بن عوف مكة حاجا أو معتمرا فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلام فقال له سويد فلعل معك مثل الذي معي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك قال مجلة نقمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضها عليه فعرضها عليه فقال له إن هذا لكلام حسن والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله تعالى عليه هو هدى ونور فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه وقال إن هذا لقول حسن ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتلته الخزرج فإن كان رجال من قومه ليقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قتله قبل يوم بعاث حاشية بعاث موضع من نواحي المدينة كانت فيه حرب بين الأوسي والخزرج عنوان بدء إسلام الأنصار فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة العقبة موضع بين منا ومكة بينها وبين مكة نحو ميلين ومنها ترمى جمرة العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا كان ذلك في السنة الحادية عشرة من النبوة لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم قالوا نفر من الخزرج قال أمن موالي يهود قالوا نعم قال أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلى عليهم القرآن وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض تعلموا والله إنه لن نبي الذي توعدكم يهود فلا يسبقنكم إليه فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منهما عرض عليهم من الإسلام وقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا وهم فيما ذكر لي ستة نفر من الخزج فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان بيعة العقبة الأولى حتى إذا كان العام المقبل واف الموسم من الأنصار إثنى عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء أي على نمطها وكانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء بعدما فرغ من بيعة الرجال وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب منهم أسعد ابن زرارة ورافع ابن مالك وعبادة ابن الصامت وأبو الهيثم ابن التيهان عن عبادة ابن الصامت قال كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا إثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر قال ابن إسحاق فلما انصرف عنه القوم باعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد منف وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فكان يسمى المقرئ بالمدينة كان يصلي بهم وذلك أن الأوسى والخزرجة كره بعضهم أي أمه بعض عنوان بيعة العقبة الثانية ثم إن مصعب ابن عمير رجع إلى مكة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق حاشية أيام التشريق ثلاثة بعد النحر كانوا يشرقون فيها لحم الأضاحي للشمس عودة للنص حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله قال كعب بن مالك خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء ابن معرور سيدنا وكبيرنا فلما وجهنا لسفرنا أي اتجهنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا فوالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا قلنا وماذاك قال رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة وأن أصلي إليها فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام أي بيت مقدس وما نريد أن نخالفه فقال إني لم صلم إليها فقلنا له لكن لا نفعل فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك فلما قدمنا مكة قال لي يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عما صنعت في سفري هذا فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه فقلنا لا قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطالب عمه قلنا نعم وقد كنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجرا قال فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه فسلمنا ثم جلسنا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل قال نعم هذا البراء ابن معرور سيد قومه وهذا كعب ابن مالك فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار قلت نعم فقال له البراء ابن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله قال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومعنا عبد الله ابن عمر ابن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إيان العقبة فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا فننا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمر ابن عدي حاشية قال ابن إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء إنما كان يأخذ عليهم فإذا أقررن قال اذهبنا فقد بايعتكم عودة للنص قال فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المضطرب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول متكلم من العباس ابن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج وكانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الإنحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه وما نعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخابلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فأخذ البراء ابن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا حاشية كنوا بالأزر عن النساء أو عن النفوس يقال لكل منهما إزار فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر والحلقة السلاح كله فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها يعني اليهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم حاشية الهدم بإسكان الدال وفتحها إهدار الدم أي إن طلب دمكم فقد طلب دمي وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي والهدم بالتحريك القبر والمنزل أي أقبروا حيث تقبرون وأنزلوا حيث تنزلون وقد كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم إثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم فأخرجوا منهم إثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس حاشية أما نقباء الخزرج السبعة فهم أسعد ابن زرارة وسعد ابن الربيع وعبد الله ابن رواحة ورافع ابن مالك والبراء ابن معرور وعبد الله ابن عمر ابن حرام وعبادة ابن الصامت وأما نقباء الأوسي فهم أسيد ابن حضير وسعد ابن خيثمة ورفاعة ابن المنذر قال ابن هشام وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم ابن التيهان ولا يعدون رفاعة عودة للنص وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء ابن معرور ثم بايع بعد القوم فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط يا أهل الجباجب وهي المنازل من هل لكم في مدمم والصبأة معه مدمم كان المشركون يلقبونه بذلك والصبأة جمعوا صاب والصابئ الخارج من دينه كانوا يسمون من أسلم بذلك قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب أزب ابن أزيب اسم شيطان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضوا إلى رحالكم فقال له العباس ابن عبادة ابن نظلة والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلنا على أهلي منا غدا بأسيافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم فانبعث من هناك من مشرك قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا وقد صدقوا لم يعلموا قال وبعضنا ينظر إلى بعض ونفر الناس من منا فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد كان أي أكثر البحث وخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر موضع قريب من مكة والمنذر بن عمر وكلاهما كان نقيبا فأما المنذر فأعجز القوم وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته وكان ذا شعر كثير الجمة مجتمع شعر الرأس قال سعد فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض الشعشاع الشعشاع الطويل الحسن حلو من الرجال فقلت فقلت في نفسي إيك عند أحد من القوم خير فعند هذا فلما دنى مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة فقلت في نفسي والله ما عندهم بعد هذا من خير فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوالي أي رق له ورحمه رجل ممن كان معهم فقال ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد قلت بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن متعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف تجاره وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي وللحارث ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف قال ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع من الكتاب قال ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوار قال ومن هو قال سعد ابن عبادة قال صدق والله إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يذلموا ببلده قال فخلص سعدا من أيديهم فانطلق عنوان شروط بيعة العقبة الأخيرة وكانت بيعة الحرب حين أذن الله للرسول في القتال شروطا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى كانت الأولى على بيعة النساء وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب فلما أذن الله له فيها وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأخيرة على حرب الأحمل والأسود أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة قال عباده ابن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم والمنشط الأمر تنشط له وتخف له وهو خلاف المكر والأثرة بمعنى الاستئثار إشارة إلى إيثارهم المهاجرين على أنفسهم عنوان نزول الأمر بالقتال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم فهم بين مفتون في دينه ومن بين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم منهم من بأرض الحبشة ومنهم من بالمدينة وفي كل وجه فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال فيما بلغني عن عروة ابن الزبير وغيره من العلماء قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم أي إني إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس وإنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين لله أي حتى يعبد الله لا يعبد معه غيره عنوان الإذن بهجرة المسلمين إلى المدينة فلما أذن الله تعالى له صلى الله عليه وسلم في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وأوى إليه من المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها فخرجوا أرسالا أي جماعات واحدة إثر الأخرى وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة عنوان ذكر المهاجرين إلى المدينة فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة ابن عبد الأسد هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة فلما آدته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة ثم عبد الله ابن جحش احتمل بأهله وبأخيه عبد ابن جحش وهو أبو أحمد وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد وكان شاعرا ثم خرج عمر ابن الخطاب وعياش ابن أبي ربيعة المخزومي حتى قدم المدينة ثم تتابع المهاجرون عنوان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤدن له في الهجرة ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس وفت إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر ابن أبي قحافة الصديق رضي الله عنهما وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا فيطمع أبو بكر أن يكونه ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعه فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا له في دار الندوة وهي دار قصي ابن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوا عن ابن عباس قال لما أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا في اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل أي مس عليه بت أي كساء غليظ مربع فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا حاشية السهيلي إنما قال لهم إني من أهل نجد لأنهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع محمد فلذلك تمثل لهم في صورة شيخ نجدي عودة للنص قالوا أجل فادخل فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا فتشاوروا ثم قال قائل منهم احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منه من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره فتشاوروا ثم قال قائل منهم وهو أبو الأسود ربيعة ابن عامر نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد أديروا فيه رأيا غير هذا فقال أبو جهل ابن هشام والله إن لي لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد قالوا وما هو يا أبا الحكم قال أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا أي شريفا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمد إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتله فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنوا عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل أي أدية فعقلناه لهم فقال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل هذا الرأي لا رأي غيره فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيتيبون عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي وتسجى ببرد تسجى بالثوب غطى به جسده ووجهه هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكره منه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام عن محمد ابن كعب القرضي قال لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل ابن هشام فقال وهم على بابه إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأرض وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال أنا أقول ذلك أنت أحدهم وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراب ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال ما تنتظرون هاهنا قالوا محمدا قال خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراب وانطلق لحاجته أفما ترون ما بكم فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ثم جعلوا يتطلعون فيرون علي على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا قال ابن إسحاق وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا ذا مال فكان حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحب قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني نفسه حين قال له ذلك فابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعلفهما قالت عائشة كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفين النهار إما بكرة وإما عشية حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه أتان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها فلما رآه أبو بكر قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عني من عندك فقال يا رسول الله إنما هما ابنتاي وماذاك في ذاك أبي وأمي فقال إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قالت فوالله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ ثم قال يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعدتهما لهذا فاستأجر عبد الله ابن أرقط وكان مشركا يدلهما على الطريق فدفع إليه راحلتيهما فكانت عنده يرعاهما لمعادهما قال ابن إسحاق ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوداع التي كانت عنده للناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر ابن أبي قحافة فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته والخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب ثم عمد إلى غار بثور فدخله وثور جبل بأسفل مكة وأمر أبو بكر ابنه عبد الله ابن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما إذا أمسا بما يكون في ذلك اليوم من الخبر وأمر عامر ابن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما يأتيهما إذا أمسا في الغار وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما حاشية ابن هشام عن الحسن البصري انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلة فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه عودة للنص فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر وجعلت قريش فيه حين فقدوه مئة ناقة لمن يرده عليهم وكان عبد الله ابن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر وكان عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى في رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبح فإذا عبد الله ابن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة اتبع عامر ابن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير الله وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاما والعصام رباط القربة والمزادة ونحوهما فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به فكان يقال لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاق لذلك حاشية قال ابن هشام وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول ذات النطاقين وتفسيره بأنها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها بإثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أفضلهما ثم قال اركب فداك أبي وأمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أركب بعيرا ليس لي قال فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به قال كذا وكذا قال قد أخذتها به قال هما لك يا رسول الله فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامر ابن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق قالت أسماء بنت أبي بكر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أتان نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر قلت لا أدري والله أين أبي قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي انتهى الوجه الأول ترجمة نانسي قنقر 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 ثلاث ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته ما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر ثم تروحا فأفلح من أمسى رفيق محمدي ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي حاشية أم معبد واسمها عاتكة بنت خالد امرأة من بني كعب نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر ابن فهيرة وعبد الله ابن أرقط فسألوها لحما وتمرا يشترون منها فلم يصيب عندها شيئا ورأى رسول الله شاتا بكسر الخيمة لا تدر فاستأذنها أن يحلبها فمسح ضرعها فدرت درا غزرا ثم بايعته المرأة على الإسلام عودة للنص فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة قال سراقه ابن مالك ابن جعش لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش فيه مئة ناقة لمن رده عليهم فبينا أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا علي أنفا إني لأراهم محمدا وأصحابه فأومأت إليه بعيني أن اسكت ثم قلت إنما هم بن فلان يبتغون ضالة لهم قال لعل ثم سكت ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي ثم أخذت قداحي التي أستقسم بها ثم انطلقت فلبست لأمتي واللأمة الدرع والسلاح ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره أي المكتوب في هذه الكلمة وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ المئة الناقة فركبت على أثره فبينا فرسي يشتد بي عثربي فسقطت عنه فقلت ما هذا ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثره فلما بدى لي القوم ورأيتهم عثربي فسقطت عنه فقلت ما هذا ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثره فلما بدى لي القوم ورأيتهم عثربي فرسي فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر أي غالب منتصر فناديت القوم فقلت أنا سراقة ابن جعش أنظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له وما تبتغي منا فقال ذلك أبو بكر قلت تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك قال اكتب له يا أبا بكر فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف خرجت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته بالجعرانة وهو ماء بين الطائف ومكة فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون إليك إليك ماذا تريد فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة الغرز للرحل بمنزلة الركاب للسرج فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك لي أنا سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر أدنه فدنوت منه فأسلمت ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره إلا أني قلت يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي هل لي من أجر في أن أسقيها قال نعم في كل ذات كبد حرى أجر ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي قال ابن إسحاق فلما خرج بهما دليلهما عبد الله ابن أرقط سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسان ثم سلك بهما على أسفل أمج ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار ثم سلك بهما لقفا ثم أجاز بهما مدلجة لقف ثم استبطن بهما مدلجة محاج ثم سلك بهما مرجح محاج ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين ثم بطن ذي كشر ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن ثم على العبابيد ثم أجاز بهما الفاج قال ابن هشام ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجل من أسلم يقال له أوس ابن حجر حاشية أوس ابن حجر هذا صحابي وهو غير أوس ابن حجر الشاعر الجاهري عودة للنص على جمل له يقال له ابن الرداء إلى المدينة وبعث معه غلاما له يقال له مسعود ابن هنيدة ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن رئم ثم قدم بهما قباء على بني عمر ابن عوف لاثنتين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل عنوان قدوم قباء عن عبد الرحمن ابن عويمر ابن ساعدة قال حدثني رجال من قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه أي استشعرناه وانتظرناه كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظلا دخلنا وذلك في أيام حارة حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بوتنا وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البوت فكان أول من رآه رجل من اليهود وقد رآ ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فصرخ بأعلى صوته يا بني قيله هذا جدكم قد جاء بني قيله هم الأنصار جميعا وقيله جدة كانت لهم هذا جدكم الجد الحد فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل نخلة ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنة وأكثرنا لم يكن رآ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وركبه الناس أي ازدحموا عليه وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك قال ابن إسحاق فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون على كنثوم ابن هدم ويقال بل نزل على سعد ابن خيثمة ويقول من يذكر أنه نزل على كنثوم ابن هدم إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كنثوم ابن هدم جلس للناس في بيت سعد ابن خيثمة وذلك أنه كان عزبا لا أهل له وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ونزل 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 أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب ابن إساث ويقول قائل كان منزله على خارجه ابن زيد وأقام علي ابن أبي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كنثوم ابن هدم فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمر ابن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده عنوان قدوم المدينة ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم ابن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي واديراننا فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة فأتاه عتبان ابن مالك وعباس ابن عبادة ابن نظلة في رجال من بني سالم ابن عوف فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة قال خلوا سبيلها فإنها مأمرة لناقته فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد ابن لبيد وفروة ابن عمر في رجال من بني بياضة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال خلوا سبيلها فإنها مأمرة فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد ابن عبادة والمنذر ابن عمر في رجال من بني ساعدة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال خلوا سبيلها فإنها مأمرة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحارث ابن الخزرج اعترضه سعد ابن الربيع وخارجه ابن زيد وعبد الله ابن رواحة في رجال من بني الحارث ابن الخزرج فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بذار بني عدي بن النجار وهم أخوال دنيا أم عبد المطلب سلم بنت عمر إحدى نسائهم اعترضه سليق ابن قيس وأبو سليق وسيره ابن أبي خارجه في رجال من بني عدي بن النجار فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مانك ابن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بن النجار وهما في حجر معاذ ابن عفراء سهل وسهيل ابني عمر فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه ثم تحلحلت وأرزمت ووضعت جرانها تحلحلت تحركت وأرزمت سوتت والجران ما يصيب الأرض من صدر الناقة وباطن حلقها فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل أبو أيوب خالد ابن زيد رحلة فوضعه في بيته ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد وهو الموضع الذي يجفف فيه التمر لمن هو فقال له معاذ ابن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابن عمر وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجدا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجدا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه فقال قائل من المسلمين لإن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلل وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم المهاجرين والأنصار فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب رحمة الله عليه ورضوانه قال أبو أيوب لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل السفل وأنا وأم أيوب في العلو فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي فاذهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل فقال يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشان أن نكون في سفل البيت قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن فلقد انكسر حب وهو الجرة أو جرة ضخمة لنا فيهما فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا وهو الكساء له خمل أي أهداب ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤدي قال وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بسلا أو ثوما فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى ليده فيه أثر فجئته فزعا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشائك ولم أرى فيه موضع يدك وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة قال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى فأما أنتم فكلوا قال فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد قال ابن إسحاق وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى بمكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل دور مسمون بن مضعون من بني جمح وبني جحش ابن رئاب حلفاء بني أمية وبني البكير من بني سعد ابن ليث حلفاء بني عدي ابن كعب فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن عنوان الخطب والعهود بالمدينة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة حتى بني له فيها مسجده ومساكنه واستجمع له إسلام هذا الحي من الأنصار فلم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها إلا ما كان من خطمة وواقف ووائل وأمية وتلك أوس الله وهم حي من الأوس فإنهم أقاموا على شركهم وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلم ابن عبد الرحمن نعود بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجم يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمر فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه نعود نعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وقد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن الحديث وأبلغه أحب ما أحب الله أحب الله من كل قلوبكم ولا تمل كلام الله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي قد سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد حاشية خيرته من الأعمال أي الذكر وتلاوة القرآن لقوله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ومصطفاه من العباد أي وسمى المصطفى من عباده عودة للنص والصالح من الحديث ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم الربعة الحال التي وجدهم عليها الإسلام يتعاقلون بينهم أي يعقلوا بعضهم عن بعض والعقل أدية وهم يصدون عانيهم والعاني الأسير بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو ساعده على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين انتهى الشريط السابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عنيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبننجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عنيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبن عمر ابن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبن النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبن الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وإن المؤمنين لا يتوكون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل والمفرح المثقل بالدين والكثير العيال وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين والدسيعة العظيمة وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم وأن لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا وإن المؤمنين يبيع بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله أباءه به قتله به جعله بواء له وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه وإنه وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفس ولا يحول دونه على مؤمن وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول اعتبطه قتله بلا جناية توجب القتل وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محتثا ولا يؤويه وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وإنكم مهما اختلفتم فيهم شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته أي يهلك وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم وإن لبني الشطيبة مثل مال يهود بني عوف وإن البر دون الإثم أي إن البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجزا عن الإثم وإن موالي ثعلبة كأنفسهم وإن بطانة يهود كأنفسهم وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لا ينحجز على ثأر جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وإن الله على أبر هذا أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وإنه لم يأثم أمرء بحليفه وإن النصر للمظلوم وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين حاشية كان هذا قبل أن تفرض الجزية وحين كان الإسلام ضعيفا كان لليهود إذا كنصيب في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين وشرط عليهم في هذا الكتاب أن نفقت معهم في الحرب عودة للنص وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان المؤاخات بين المهاجرين والأنصار قال ابن إسحاق وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال فيما بلغنا ونعود بالله أن نقول عليه ما لم يقل تآخوا في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال هذا أخي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوين وكان حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد ابن حارثة مولى رسول الله أخوين وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين خسره القتال إن حدث به حادث الموت وجعفر ابن أبي طالب ذو الجناحين الطيار ومعاذ ابن جبل أخو بني سلمة أخوين وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة وخارجة ابن زهير أخوين وعمر ابن الخطاب وعتبان ابن مالك أخوين وأبو عبيدة بن الجراح وسعد ابن معاذ أخوين وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن الربيع أخوين والزبير ابن العوام وسلمة ابن سلامة ابن وقش أخوين وعثمان ابن عفان وأوس ابن ثابت ابن المنذر أخوين وطلحة ابن عبيد الله وكعب ابن مالك أخوين وسعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل وأبي ابن كعب أخوين ومصعب ابن عمير وأبو أيوب خالد ابن زيد أخوين وأبو حذيفة ابن عتبة وعباد ابن بشر أخوين وعمار ابن ياسر وحذيفة ابن اليمان أخوين وأبو ذر الغفاري والمنذر ابن عمر أخوين وكان حاطب ابن أبي بلتعه وعويم ابن ساعدة أخوين وسلمان الفارسي وأبو الدرداء أخوين وبلال مولى أبي بكر وأبو رويحة أخوين فهؤلاء من سمي لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه عنوان خبر الأذان فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار استحكم أمر الإسلام فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام وتبوأ الإسلام بين أظهرهم وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها أن يجعل بوقا كبوق يهود الذي يهرعون به لصلاتهم ثم كرهه ثم أمر بالناقوس فنحتى ليضرب به للمسلمين للصلاة فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله ابن زيد ابن ثعلبة أخو بلحارث ابن الخزرج النداء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنه طاف بهذه الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قلت وما هو قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك أي أعلى وأرفع وأبعد مذهبا فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه وهو يقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد على ذلك عنوان ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحم فأصاب أصحابه منها بلاء واسقم فصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر وعامر ابن فهيرة وبلال مولي أبي بكر مع أبي بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمد فأصابتهم الحمد فدخلت عليهم أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك الوعك شدة ألم المرض فدنوت من أبي بكر فقلت له كيف تجدك يا أبتي فقال فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله فقلت والله ما يدري أبي ما يقول ثم دنوت إلى عامر ابن فهيرة فقلت له كيف تجدك يا عامر فقال لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه الطوق الطاقة والروق القرن فقلت والله ما يدري عامر ما يقول وكان بلال إذا تركبه الحمى اذ تجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته أي رفع صوته فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي اذخر وجليل وهل أرد يوما مياه مجنة وهل يبدوا لي شامة وطفيل وفخ موضع خارج مكة والإذخر نبت طيب رائحة والجليل النمام مجنة اسم سوق للعرب في الجاهلية كانت بأسفل مكة على قدر بريد منها وشامة وطفيل جبلاني بمكة فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم فقلت إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل وباءها إلى مهيعة حاشية الصاع أي ما يكال بالمد والصاع والمد رطلان عند أهل العراق وططل وثلث عند أهل الحجاز والصاع أربعة أمداد عند الحجازيين ومهيعة هي الجحفة وهي ميقات أهل الشام عنوان تاريخ الهجرة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل لاثنتين عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة وذلك بعد أن بعثه الله عز وجل بثلاث عشرة سنة فأقام بها بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادين ورجب وشعبان ورمضان وشوالا ولا القعدة ولا الحجة والمحرم عنوان أول الغزوات ثم خرج غازيا في صفر غزوة ودان على رأس اثني عشر شهرا من مقدمه المدينة حتى بلغ ودان وهي غزوة الأبواء يريد قريشا وبني ضمره ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة فوادعته فيها بنو ضمره ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى كيد فأقام بها بقية صفر وصدرا من شهر ربيع الأول عنوان سرية عبيدة ابن الحارث وهي أول راية عقدها عليه السلام وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي في ستين أو ثمانين راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد فسار حتى بلغ ماءا بأسفل ثنية المرة فلقي بها جمعا عظيما من قريش فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في الإسلام ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية عنوان سرية حمزة إلى سيف البحر وبعث في مقامه ذلك حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد فلقي أبا جهل ابن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز بينهم مجدي بن عمر الجهني وكان موادعا للفريقين فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال عنوان غزوة بواد ثم غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا حاشية واستعمل على المدينة السائب ابن عثمان ابن مضعون حتى بلغ أبو واط وهو جبل من جبال جهينة بقرب ينبع من ناحية رضوة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى عنوان غزوة العشيرة ثم غزى قريشا حاشية واستعمل على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد فسلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخبار فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر فصلى عندها فثم مسجده صلى الله عليه وسلم وصنع له طعام فأكل منه وأكل الناس معه فموضع أثافي البرمة معلوم هناك واستقي له مما إن به يقال له المشترب ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الخلائق بيسار حاشية الخلائق أرض بالمدينة لعبد الله ابن أحمد ابن جحش وسلك شعبة يقال لها شعبة عبد الله ثم صب لليسار حتى هبط يليل فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة واستقى من بئر بالضبوعة ثم سلك الفرش فرش ملل حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا عنوان سرية سعد ابن أبي وقاص وقد كان وقد كان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين ذلك من غزوة سعد ابن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز ثم رجع ولم يلقى كيدا عنوان غزوة سفوان وهي غزوة بدر الأولى ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر حتى أغار كرز ابن جابر الفهري على سرح المدينة حاشية السرح الإبل والمواشي تسرح للرعي بالغداد عودة للنص فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حاشية واستعمل على المدينة زيد ابن حارثة حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر وفاته كرز ابن جابر فلم يدرك وهي غزوة بدر الأولى ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية جماد الآخرة ورجب وشعبان انتهى الوجه الأول عنوان سرية عبد الله بن جحش وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى وبعث ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فينظي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فانضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاع ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماضي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران أضل سعد ابن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلف عليه في طلبه ومضى عبد الله بن جحش وقية أصحابه حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدم والأدم هو الجلد وتجارة من تجارة قريش فيها عمر ابن الحضرمي وعثمان ابن عبد الله ابن المغيرة وأخوه نوفل ابن عبد الله والحكم ابن كيسان فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة ابن محصن وكان قد حلق رأسه فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد ابن عبد الله التميني عمر بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان ابن عبد الله والحكم ابن كيسان وأفلت القوم نوفل ابن عبد الله فأعجزهم وأقبل عبد الله ابن جحش بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم هلكوا وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما صنعوا وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفهم به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراج كم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتل منهم والفتنة أكبر من القتل أي قد كانوا يفتمون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر عند الله من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أي ثم هم مقيمون على أخبة ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين فلما فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفديكم هما حتى يقدم صاحبان يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فأما الحكم ابن كيسان فأسلم فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونه شهيدا وأما عثمان ابن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا عنوان صرف القبلة إلى الكعبة ويقال صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عنوان غزوة بدر الكبرى ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون منهم مخرمة ابن نوفل وعمر ابن العاص فندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفل كنها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا وكان أبو سفيان حين دنى من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان إن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عن ذلك فاستأجر ضمضم ابن عمر الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه فخرج ضمضم ابن عمر سريعا إلى مكة وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها فبعثت إلى أخيها العباس ابن عبد المطلب فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم عني ما أحدثك به فقال لها وما رأيتي قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألم فروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما حوله مثل به بعير أي قام على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ألم فروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبل التهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل إرفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها في القه قال قال العباس والله إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عطبة بن ربيعة وكان الصديق فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عطبة ففشل حديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفضل إذا فررت من طوافك فأقبل علينا فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال لي أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية قلت وماذاك قال تلك الرؤية التي رأت عاتكة فقلت وما رأت قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يكو حقا ما تقول فسيكون وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب قال العباس فوالله ما كان مني إليه من كبير إلا أني جحت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت قلت قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير وأيم الله لأتعرضن له فإن عاد لأكفين نكنه فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع فيه وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر إذ خرج نحو باب المسجد يشتد فقلت في نفسي ما له لعنه الله أكل هذا فرق مني أن أشاتمه وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمر الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعره قد جدع بعره وحول رحله وشق قمصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموال الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش عودة للنص كلا والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا وأوعبت قريش أي خرجت كلها للغزو فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب تخلف وبعث مكانه العاصي ابن هشام ابن المغيرة وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس بها فاستأجره بها على أن يجزئ عنه لاط احتبس وامتسك وأن أمية ابن خلف كان أجمع القعود وكان شيخا جليلا جسيما ثقيل فأتاه عقبة ابن أبي معيد وهو جالس في المسجد بين ظهران قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر المجمر العود يتبخر به حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء قال قبحك الله وقبح ما جئت به ثم تجهز فخرج مع الناس ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد منات من الحرب فقالوا إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا فكاد ذلك يثنيهم فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعش المدلجي فقال لهم أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرجوا سراعا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه واستعمل عمر ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب ابن عمير وكان أبيض وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب والأخرى مع بعض الأنصار وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سبعين فاعتقبوها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ابن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعرا وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعرا وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن ابن عوف يعتقبون بعرا فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة ثم على العقيق ثم على ذي الحليفة ثم على أولاة الجيش ثم مر على تربان ثم على ملل ثم غميس الحمام من مريين ثم على سخيرات اليمام ثم على السيالة ثم على فج الروحاء ثم على شنوكة حتى إذا كان بعرق الضبية لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبر فقال له الناس سلم على رسول الله قال أوفيكم رسول الله قالوا نعم فسلم عليه ثم قال إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه قال له سلمة ابن سلامة ابن وقش لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل إلي فأنا أخبرك عن ذلك نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه أفحشت على الرجل ثم أعرض عن سلمة حاشية السخلة الصغيرة من الضعل استعارها لولد الناقة ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سج سج وهي بئر الروحاء ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصر فيه ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا يقال له رحقا بين النازية وبين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم انصب منه حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمر الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمهما وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن ثم قام المقداد ابن عمر فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به وبرك الغماد موضع باليمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناء ونساء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد ابن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سير وأبشر فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم حاشية الطائفة الأولى طائفة عير قريش ذات التجارة العظيمة وفيها أبو سفيان وأبو عمر بن العاص والأخرى والأخرى الطائفة التي استنفرها أبو جهل وكانوا دوي شوكة وعدد عودة للنص ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر فركبا من أصبه فركبا من أصبه حاشية هو أبو بكر الصديق حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك قال أذاك بذاك قال نعم قال الشيخ فإنه بلغني أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش فلما فرغ من خبره قال ممن أنتما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مما ثم انصرف عنه يقول الشيخ ما من ماء أمن ماء العراق ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فلما أمس بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر عليه فأصابوا راوية لقريش والراوية البعير يستقى عليه الماء والمراد بها السقات فيها أسلم غلام بن الحجاج وعريض أبو يسار غلام بن العاص بن سعد فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فقال نحن سقات قريش بعثونا نسقيهم من الماء فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما فلما أذلقوهما أي بالغوا في ضربهما حتى أجهدوهما قال نحن لأبي سفيان فتركوهما وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه ثم سلم وقال إذا صدقاكم ضربتمهما وإذا كذباكم تركتموهما صدقا والله إنهما لقريش أخبراني عن قريش قال هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم قال لا ندري قال كم ينحرون كل يوم قال يوما تسعا ويوما عشرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين التسعمائة والألف ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش قال أتبه ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم بن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث بن عامر ابن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنظر ابن الحارث وزمعة ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأميه ابن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل ابن عمر وعمر ابن عبد ود فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبرها حاشية جمعوا فيلذة وهي القطعة انتهى الشريط الثامن وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب وكان بسبس ابن عمر وعدي بن أبي الزغباء قد مضي حتى نزل بدرا فأناخى إلى تل قريب من الماء ثم أخذ شنا لهما يستقيان فيه والشن الزق الباري ومجدي ابن عمر الجهني على الماء فسمع عدي وبسبس جاريتين من جوار الحاضر أي القوم النزول على الماء وهما يتلازمان على الماء التلازم أن يتعلق الغريم بغريمة والملزومة تقول لصاحبتها إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لكي قال مجدي صدقتي ثم خلص بينهما وسمع ذلك عدي وبسبس فجلس على بعريهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمع وأقبل أبو سفيان ابن حرب حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء فقال لمجدي بن عمر هل أحسست أحدا قال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخى إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعريهما ففته فإذا فيه النوى فقال هذه والله علائف يثرب فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها وترك بدرا بيسار وانطلق حتى أسرع ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاه الله فارجعوا فقال أبو جهل ابن هشام والله لا نرجع حتى نرد بدرا وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزر ونتعم الطعام ونسق الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها فانضوا ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي وبعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم عن السير حاشية الدهس اللي لم يبلغ أن يكون رملا وأصاب قريشا منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به قال الحباب ابن المندر يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشربوا ولا يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملأ ماء ثم قذفوا فيه الآنية وقال سعد بن معاذ يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوبوا من العقنقل تصوبوا أي تنحدر وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحمهم الغدات والخيلاء الكبر والإعجاب وأحنهم أهلكم فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حكيم بن حزام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه فكان إذا اجتهد في يمينه قال لا والذي نجاني من يوم بدر ولما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا احزر لنا أصحاب محمد أي قدر بالحدس والظن فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أنهلوني حتى أنظر أل القوم كمين أو مدد فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر قال وما ذاك يا حكيم قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمر بن الحضربي قال قد فعلت أنت علي بذلك إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله فأتي بن الحنضلية فإني لا أخشى أن يشاجر أمر الناس غيره حاشية هو أبو جهل ابن هشام أمه من حنضله ابن مالك ثم قام عتبة ابن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا والله لئن أصبتموهم لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشرته فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب فإن أصابوه فذاك الذي أردتم وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون قال حكيم فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا له من جرابها فهو يهنئها حاشية نثل أخرجا ويهنئها يطليها بعكر الزيت ويروى يهيئها عودة للنص فقلت له يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال فقال انتفخ والله سحره حاشية السحر الرئة وهذا كناية عن الجبل حين رأى محمدا وأصحابه كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلت جزور وفيهم ابنه حاشية أكلت جزور أي قليل العدد وأكلت الجزور نحو المئة فقد تخوفكم عليه ثم بعث إلى عامر ابن الحضرمي فقال هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك فقم فانشد خفرتك وما اقتل أخيك فقام عامر ابن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ وعمراه وعمراه يندب أخاه عمر بن الحضرمي فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوسقوا على ما هم عليه من الشر وأفسدوا على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة حاشية استوسقوا اجتمعوا وحقب اشتد وقد خرج الأسود ابن عبد الأسد المخزمي وكان رجلا شرسا سيء الخلق فقال وعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه أي أطارها بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر بيمينه وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوم ثم خرج بعده عتبة بن ربيع بين أخيه شيبة وابنه الوليد ابن عتبة حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة وهم عوف ومعوذ ابن الحارث ورجل آخر يقال له عبد الله ابن روحة فقالوا من أنتم فقالوا رهتم من الأنصار قالوا ما لنا بكم من حاجة ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي فلما قاموا ودنوا منهم فقالوا من أنتم قال عبيدة عبيدة وقال حمزة حمزة وقال علي علي قالوا نعم أكفاء كرم فبارز عبيدة وكان أسن القوم عطبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة وبارز عري الوليد بن عطبة فأما حمزة فلم ينهل شيبة أن قتله وأما علي فلم ينهل الوليد أن قتله واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه أي جرحه جراحة لم يقم معها وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عطبة فذففا عليه أي أجهزا وأسرعا واحتملا صاحبهما إلى أصحابه ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم وقال إن اكتنفكم القوم فانضحوهم أي أرموهم عنكم بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش معه أبو بكر الصديق فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من رمضان ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى العريش فدخله ومعه أبو بكر الصديق ليس معه غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد وأبو بكر يقول يا نبي الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك وقد خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش أي نام نومة يسيرة ثم انتبه فقال أبشر يا أبو بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع أي الغبار ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فقال عمير ابن الحمام أخو بن سلمة وفي يده تمرات يأكلهم بخن بخن أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ثم قذف تمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفلة من الحصباء فاستقبل قريشا بها ثم قال شاهت الوجوه ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال شدوا فكانت الهزيمة فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ إني عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري ابن هشام ابن الحارف ابن أسد فلا يقتله ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها فقال أبو حذيفة أنقتل آباءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألحمنه السيف أي لأمكنن منه السيف فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر ابن الخطاب يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق فكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم اليمامة شهدا ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتل قال ابن مسعود احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه الله الذي لا إله غيره قال وكان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم والله الذي لا إله غيره ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحمد الله ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا في القليب طرحوا إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليحركوه فتزايل لحمه فأقروه تزايل أي تساقط وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة فلما ألقاهم في القليب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه أصحابه من جوف الليل وهو يقول يا أهل القليب يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل فعدد من كان منهم في القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال المسلمون يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع بما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع فاختلف المسلمون فيه فقال من جمعه هو لنا وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه والله لو لا نحن ما أصبتم لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يخالف إليه العدو والله ما أنتم بأحق منا والله لقد رأينا أن نقتل العدو وإذ منحنا الله تعالى أكتابه ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه ولكننا خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو فقمنا دونه فما أنتم بأحق به منا ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتح عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية بما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ثم أقبل قافلا إلى المدينة ومعه الأسارة من المشركين وفيهم عقبة بن أبي معيط والنظر بن الحارث واحتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه النفل الذي أصيب من المشركين وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمر بن عوف ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المطيق وبين النازية فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين فقال لهم سلمة ابن سلامة من الذي تهنئوننا به فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالإبل المعقلة فنحرناها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي ابن أخي أولئك الملأ حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النظر ابن الحارث قتله علي ابن أبي طالب ثم خرج حتى إذا كان بعرق الضبية قتل عقبة ابن أبي معيد فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فمن للصبية يا محمد قال النار فقتله عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصري ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينة قبل الأسارة بيوم وحين أقبل بالأسارة فرقهم بين أصحابه وقال استوسوا بالأسارة خيرا وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان ابن عبد الله وناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء تستأنوا بهم أي تؤخروا فداءهم ويأرب يشتد وكان الأسود ابن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده زمعه ابن الأسود وعقيل ابن الأسود والحارث ابن زمعه وكان يحب أن يبكي على بنيه فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل فقال لغلام له وقد ذهب بصره انظر هل أحل النحب هل بكت قريش على قتلها لعلي أبكي على أبي حكيمة يعني زمع فإن جوفي قد احترق فلما رجع إليه الغلام قال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلت فذلك حين يقول الأسود أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرة الجدود على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورخط أب الوليد وبكي إن بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الأسود وبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديدي لا تسمي لا تسأمي والنديد المثيل ثم بعثت قريش في فداء الأسرة فقدم مكرز ابن حفص في فداء سهيل ابن عمر فلما قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضاهم قالوا هاتي الذي لنا قال اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفداء فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا مكانه عندهم وكان عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمر ويدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا يدلع يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا وقد كان في الأسارة أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ختنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب وكان الإسلام فرق بين زينب حين أسلمت وبين أبو العاص ابن الربيع إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يفرق بينهما فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سارت قريش إلى بدر سار فيهم أبو العاص ابن الربيع فأصيب في الأسارة يوم بدر فكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الوجه الأول ترجمة نانسي قنقر ولما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبو العاص ابن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبو العاص حين بنا عليها فلما رأاها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها وأقام أبو العاص بمكة وأقامت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حتى فرق بينهما الإسلام حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام وكان رجلا مأمون بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربا فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته وجاء في طلب ماله فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فكبر وكبر الناس معه صرخت زينب من سفة النساء أيها الناس إني قد أجرت أبو العاص فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا نعم قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم إنه يجير على المسلمين إنه يجير على المسلمين أدناهم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته فقال أي بنيه أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له عن عبد الله ابن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مال فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به فقالوا يا رسول الله بل نرده عليه فردوه عليه حتى إن الرجل ليأتي بالدلو ويأتي الرجل بالشنة وبالإداوة الشنة السقاء البالي والإداوة وعاء من الجلد صغير حتى إن أحدهم ليأتي بالشضال وهو خشبة تدخل في عروتي الجوالق حتى ردوا عليه ما له بأسره لا يفقد منه شيئا ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ومن كان أبضع معه ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه قالوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسله والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن سمي لنا من الأسر ممن من عليه بغير فداء أبو العاص ابن الربيع والمطلب ابن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأبو عزة عمر ابن عبد الله ابن عثمان ابن أهيب ابن حذافة ابن جمح كان محتاجا ذا بنات فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال فمن علي فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحد فقال أبو عزة في ذلك يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله في قومه من مبلغ عن الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهود وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد وكان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل إلى ألف درهم إلا من لا شيء له فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وجميع من شهد بدرا من المهاجرين ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره ثلاثة وثمانون رجلا وجميع من شهد بدرا من الأوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضرب له بسهمه وأجره واحد وستون رجلا وجميع من شهد بدرا من الخزرج مائة وسبعون رجلا فجميع من شهد بدرا من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها منهم ومن ضرب له بسهمه وأجره ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلا عنوان غزوة بني سليم بالكدر فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يقم بها إلا سبع ليال حتى غزى بنفسه يريد بني سليم حاشية واستعمل على المدينة حينئذ سباع ابن عرفطة الغفري وقيل ابن أمي كنثوم فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا فأقام بها بقية شوال إلى الكعدة وأفدا في إقامته تلك جل الأسارة من قريش عنوان غزوة السويق ثم غزى أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة حاشية سميت بذلك لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم فيها السويق فهجم المسلمون على كثير منه والسويق مطحون الحنطة أو الشعير ويأكل ممزوجا باللبن والعسل والسم أو بالماء عودة للنصر وولي تلك الحجة المشركون من تلك السنة فكان أبو سفيان حين رجع إلى مكة ورجع ثل قريش من بدر أي المنهزمون نذر أن لا يبس رأسه ماء من جنابة حاشية كان الغسل من الجنابة معمولا به في الجاهلية كالحج والنكاح حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم فخرج في مئتي راكب من قريش ليبر بيمينه فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوه ثم خرج من الليل حتى أتى بني النظير تحت الليل فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح عليه بابه وخافه فانصرف إلى سلام ابن مشكم وكان سيد بن النظير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم حاشية يراد بالكنز ما كانوا يجمعونه من مال بينهم لنوائبهم وما يعرض لهم فاستأذن فأذن له فقراه وسقاه أي أطعمه القرى وهو طعام الضيف وبطن له من خبر الناس أي أعلمه سرهم ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية منها يقال لها العريض فحرقوا في أصوار من نخل بها حاشية أصوار جمع صور بالفتح وهو جماعة النخل ووجدوا بها رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين ونذر بهم الناس أي علموا بهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم واستعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر حتى بلغ قرقرة الكدر ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجا فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة قال نعم عنوان غزوة ذي أمر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبا منها ثم غزى نجدا يريد غطفان وهي غزوة ذي أمر حاشية واستعمل على المدينة أثمان بن عفان عودة للنص فأقام بنجد صفرا كله أو قريبا من ذلك ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا فلبث بها شهر ربيع الأول كله أو إلا قليلا منه عنوان غزوة الفرع من بحران ثم غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قريشا واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع فأقام بها شهر ربيع الآخر وجماد الأولى ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا عنوان أمر بني قينقاع كان من أمر بني قينقاع وهم شعب من اليهود أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بها فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت إن كشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودية وشدت اليهود على المسلم فقتلوا فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع وكان بني قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله ابن أبي ابن سلول حين أمكنه الله منهم فقال يا محمد أحسن في موالي فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أرسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظلل جمع ظله وأصلها السحابة عنا بذلك تغير الوجه إلى السواد حين يشتد الغضب ثم قال ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة إني والله امرء أخشى الدوائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك ومشى عبادة ابن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله ابن أبي فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلفهم وقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم ففيه وفي عبد الله ابن أبي نزلت هذه القصة من المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ثم القصة إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وذكر لتولي عبادة ابن الصامت الله ورسوله والذين آمنوا وتبريه من بني قينقاع وحلفهم ووليتهم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون عنوان سرية زيد بن حارثة إلى القردة من مياه نجد وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان فسلكوا طريق العراق فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم واستأجروا رجلا من بني بكر ابن وائل يقال له فرات ابن حيان يدلهم على ذلك الطريق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه الرجال فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان غزوة أحد لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القريب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره مشى عبد الله ابن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان ابن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوالهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا ففعلوا فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهانة وخرجوا معهم بالضعن التماس الحفيظة وأن لا يفر حاشية الأحابيش من اجتمع إلى العرب وانضم إليهم من غيرهم والضعن جمع ضعينه وهي المرأة عودة للنص فخرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس بهند بنت عثبة وخرج أكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بن الوليد بن المغيرة وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت نسعود الثقافية وخرج عمر بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا لي تذبح ورأيت في ذباب سيف ثلم ذباب السيف حد ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة حاشية قال صلى الله عليه وسلم أما البقر فهي ناس من أصحاب يقتلون وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل عودة الامنص فأولتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأي عبد الله ابن أبيل ابن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رأيه في ذلك وأن لا يخرج إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج فقال رجال من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيره ممن كان فاته بدر يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن ناجبنا عنهم وضعفنا فقال عبد الله ابن أبي ابن سلول يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ورماهم النساء والسبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حبوا لقاء القوم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بيته فلبس لأمة حاشية اللأمة الدرع وقيل السلاح عودة للنص وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك ابن عمر فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم وقد ندنا الناس وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا فإن شئت فاقعد صلى الله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أي يضعها حتى يقاتل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد إن خزل عنه عبد الله ابن أبي ابن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم وعصاني ما ندري على من اقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق والريب واتبعهم عبد الله ابن عمر بن حرام يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الإنصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيا وقال الأنصار يوم أحد يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود فقال لا حاجة لنا فيهم ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصنغة من قناة للمسلمين حاشية الظهر الإبل والكراع الخيل والصنغة أرض قرب أحد عودة للنص فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب حاشية بني قيلة هم الأوس والخزرج وقيلة أمهم عودة للنص وتعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سبعمائة رجل وأمر على الرمات عبد الله ابن جبير وهو معلم يومئذ بثياب بيض والرمات خمسون رجلا فقال انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت علينا لا نؤتين من قبلك وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذرعين أي لبس إحداهما فوق الأخرى ودفع اللواء إلى مصعب ابن عمير أخي بني عبد الدار وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سمرة بن جندب ورافع بن خديج أخى بني حارثة وهما ابن خمس عشرة سنة وكان قد ردهما فقيل له يا رسول الله إن رافعا رام فأجازه فلما أجاز رافعا قيل له يا رسول الله فإن سمرة يسرع رافعا فأجازه ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعبد الله ابن عمر ابن الخطاب وزيد بن ثابت والبراء ابن عازب وعمر ابن حزب وأسيد بن ضهير ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء خمس عشرة سنة انتهى الشريط التاسع وللكتاب بقية على الشريط التالي وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب وتعبأت قريش لهم ثلاثة آلاف رجل ومعهم مئة فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميصرتها عكرمة ابن أبي جهل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه فقام إليه رجال فأنسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك ابن خرشة فقال وما حقه يا رسول الله قال أن تضرب به العدو حتى ينحني قال أنا أخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياه وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصد بها علم الناس أنه سيقاتل فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجانة إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموت وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحربهم بذلك على القتال يا بني عبد الدار إن لكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكمه فهنوا به فتوعدوه وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نسنا وذلك أراد أبو سفيان فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هندو بنت عتبة في النسوة التي معها وأخذنا الدفوف يضربنا بها خلف الرجال ويحرزنهم فقالت هندو فيما تقول ويهن بني عبد الدار ويهن حماة الأدبار ضربا بكل بتار حاشية حماة الأدبار الذين يحمون أعقابهم والبتار السيف القطاع وتقول إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق حاشية النمرقة الوسادة والوامق المحد وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمت أمت فاقتتل الناس حتى حمية الحرب وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه حاشية ذفف عليه أجهز عليه فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه يقول الزبير ابن العوام فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلف ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه وضربه أبو دجانة فقتله ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها حاشية قال أبو دجانة رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمت له فلما حملت عليه السيف والولى فإذا امرأة فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به إمرأة وقاتل حمزة ابن عبد المطلب حتى قتل أرطأة ابن عبد شرحبيل ابن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء ثم مر به سباع ابن عبد العزة الغبشاني وكان يكهى بأبي نيار فقال له حمزة هلما إلي يبن مقطعة البذور وكانت أمه ختانة بمتى قال وحشي أولام جبير بن مطعم والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يليق به شيئا مثل الجمل الأورق إذ تقدمني إليه سباع ابن عبد العزة فقال له حمزة هلما إلي يبن مقطعة البذور فضربه ضربة فتأمى أخطأ رأسه وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه فأقبل نحوي فغلب فوقع وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر ولم تكن لي بشيء حاجة غيره وإنما قتلته لأعتق فلما قدمت مكة أعتقت ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف فمكثت بها فلما خرج وفت الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا تعيت علي المذاهب فقلت ألحق بالشام أو اليمن أو ببعض البلاد فوالله إني لفي ذلك من همي إذ قال لي رجل ويحك إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهد شهادته فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق فلما رآني قال أوحفي قلت نعم يا رسول الله قال أقعد فحدثني كيف قتلت حمزة فلما فرغت من حديثي قال ويحك غيب عني وجهك فلا أرينك فكنت أتنكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان بأن لا يراني حتى قبضه الله صلى الله عليه وسلم وقاتل مصعب ابن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قريش فقال قتلت محمدا فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب وقاتل علي بن أبي طالب ورجال من المسلمين ولما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب أن قدم الراية فتقدم علي فقال أنا أبو القصم حاشية القصم الدواهي واحدتها قسم وإنما قال ذلك ردا على قول أبي سعد أنا قاصم من يبارزني عودة للنص فناداه أبو سعد ابن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشرفين أن هل لك يا أبو القصم في البراز من حاجة قال نعم فبرز بين الصفين فاختلف ضربتين فضربه علي فصرع ثم انصرف عنه ولم يجهز عليه فقال له أصحابه أفلا أجهزت عليه قال إنه استقبلني بعورته فعطفتني عنه الرحم وعرفت أن الله عز وجل قد قتله وقاتل عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح فقتل مسافع ابن طلحة وأخاه الجلاس ابن طلحة كلاهما يشعره سهما حاشية أشعره السهم أصابه به في جسده فصار له كالشعار عودة للنص فيأتي أمه ثلاثة فيضع رأسه في حجرها فتقول يا بني من أصابك فيقول سمعت رجلا حين رماني وهو يقول خذها وأنا ابن أبي الأقلح فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر والتقى حنضلة ابن أبي عامر الغسيل وأبو سفيان فلما استعلاه حنضلة ابن أبي عامر رآه شداد ابن الأسود وهو ابن شعوب قد على أبا سفيان فضربه شداد فقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم يعني حنضلة لتفسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه فسئلت صاحبته عنه فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم معده فحسوهم بالسيوف أي قتلوهم واستأصلوهم حتى كسفوهم عن العسكر وكانت الهزيمة لا شك فيها قال الزبير والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير إذ مالت الرمات إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم ولم يزل صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقم الحارثية فرفعته لقريش فلا ثوبه أي اجتمعوا من حوله والدفوه وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة حتى خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرث بالحجارة حتى وقع لشقه فأصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته رث أصيب وشق الجانب والشج الجرح في الوجه والرأس وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله عز وجل في ذلك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وعن أبي سعيد الخدري أن عتبة ابن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله ابن شهاب الزهري شجه في جبهته وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه طلحة ابن عبيد الله حتى استوا قائما ومص مالك ابن سنان أبو أبي سعيد الخدري أدى مع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس دمي دمه لم تصبه النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم من رجل يشتري لنا نفسه فقام زياد ابن السكن في نفر خمسة من الأنصار فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثم رجلا يقتلون دونه حتى كان آخرهم زياد أو عمارة ابن يزيد ابن السكن فقاتل حتى أثبتته الجراحة ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو دجانة بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل ورمى سعد ابن أبي وقاص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد فلقد رأيته يناولني النبل وهو يقول ارمي في ذاك أبي وأمي حتى إنه ليناولني السهم ما له نصل فيقول ارمي به وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك قال عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر حاشية تزهران تلمعان فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به ونهض معهم نحو الشعب معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضوان الله عليهم والحارث بن الصمة ورهب من المسلمين فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي ابن خلف وهو يقول أي محمد لا نجوت إن نجوت فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فلما تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث ابن الصمة يقول بعض القوم فيما ذكر لي فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن بهر البعير اذا انتفض بها ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا حاشية الشعراء دباب له لدغ وتدأدأ تدحرج وكان ابي ابن خلف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول يا محمد ان عندي العوذ فرسا اعلفه كل يوم فرقا من ذرة اقتلك عليه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا اقتلك ان شاء الله حاشية العود اسم فرسه والفرق بالفتح والتحريك مكيال يسع اثني عشر رقلا عودة للنص فلما رجع الى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقنا الدم قال قتلني والله محمد قالوا له ذهب والله فؤادك والله ان بك من بأس قال انه قد كان قال لي بمكة انا اقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به الى مكة سرف موضع على ستة اميال من مكة فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فم الشعب خرج علي بن ابي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس حاشية الدرقة ترس من جلود والمهراس ماء بأحد او حجر ينقر ويجعل الى جانب البئر ويودع فيه الماء فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه فوجد له ريحة فعافه فلم يشرب منه وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول اشتدى غضب الله على من دمى وجه نبيه ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صخرة من الجبل ليعلوها وقد كان بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اسنى وضعف وظاهر بين درعين فلما ذهب لينهض صلى الله عليه وسلم لم يستطع فجلس تحته طلحة ابن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ اوجب طلحة اي وجبت له الجنة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع وكان ممن قتل يوم احد مخيريق وكان احد بني ثعلبة ابن الفطيون لما كان يوم احد قال يا معشر يهود والله لقد علمتم ان نصر محمد عليكم لحق قالوا ان اليوم يوم السبت قال لا سبت لكم فاخذ سيفه وعدته وقال ان اصبت فما لي لمحمد يصنع فيه ما شاء ثم غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود وكان ابو هريرة يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط فاذا لم يعرفه الناس سألوه من هو فيقول اصير بني عبد الاشهل عمر ابن ثابت ابن وقش قال الحسين ابن عبد الرحمن فقلت لمحمود ابن اسد كيف كان شأن الاصيرم قال كان يأبى الاسلام على قومه فلما كان يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد بدى له في الاسلام فاسلم ثم اخذ سيفه فعدى حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى اثبتته الجراحة فبين رجال من بني عبد الاشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة اذا هم به فقالوا والله ان هذا للا اصير ما جاء به لقد تركناه وانه لمنكر لهذا الحديث فاسألوه ما جاء به فقالوا ما جاء بك يا عمر احدب على قومك ام رغبة في الاسلام قال بل رغبة في الاسلام امنت بالله وبرسوله واسلمت ثم اخذت سيفي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاتلت حتى اصابني ما اصابني ثم لم يلبث ام مات في ايديهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لمن اهل الجنة وكان عمر ابن الجموح رجلا اعرج شديد العرج وكان له بنون اربعة مثل الاسط يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد فلما كان يوم احد ارادوا حبسه وقالوا له ان الله عز وجل قد عذرك فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان بني يريدون ان يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوالله اني لارجو ان اطع بعرجتي هذه في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك وقال لبني ما عليكم ان لا تمنعوا لعل الله ان يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل معه يوم احد ووقعت هندو بنت عطبة والنسوة التي معها يمثلن بالقتل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدعن الاذان والانف حتى اتخذت هندو من اذان الرجال وانفهم خدمة وقلائد الخدم جمع خدمة وهي الخلخال واعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشيا غلام جبير ابن مطعم وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها اي مضغتها فلم تستطع ان تسيغها فلفظتها وقد كان الحليس ابن زبان وهو يومئذ سيد الاحابيش قد مر بابي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول ذق عقق اي يا عق فقال الحليس يا بني كنارة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما اي بيتا ليست به قدرة على الانتصار فقال ويحك اكتمها عني فانها كانت زلة ثم ان ابا سفيان بن حرب حين اراد الانصراف اشرف على الجبل ثم صرخ باعلى صوته فقال انعمت فعالي ان الحرب سجال يوم بيوم اعلي هبل اي اظهر دينك حاشية انعمت بالغت بفتح التاء خطاب لنس وبكسرها خطاب للحرب او الوقعة وسجال اي مداولة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عمر فاجبه فقل الله اعلى اعلى لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فلما اجاب عمر ابا سفيان قال له ابو سفيان هلم الي يا عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ائتهي فانظر ما شأنه فجاءه فقال له ابو سفيان ايشدك الله يا عمر اقتلنا محمدا قال عمر اللهم لا وانه ليسمع كلامك الان قال انت اصدق عندي من ابن قمئة وابر لقول ابن قمئة لهم اني قتلت محمدا ثم نادى ابو سفيان انه قد كان في قتلاكم مثل وهو التمثيل بالقتيل والله ما رضيت وما صخت وما نهيت وما امرت ولما انصرف ابو سفيان ومن معه نادى ان موعدكم بدر للعام القابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لرجل من اصحابه قل نعم هو بيننا وبينكم موعد ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب فقال اخرج في اثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يردون فان كانوا قد جنبوا الخيل حاشية جنبوا الخيل قادوها الى جنوبهم وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة وان ركبوا الخيل وساقوا الابل فانهم يريدون المدينة والذي نفسي بيده لئن ارادوها لأسيرن اليهم فيها ثم لأنا جزنهم قال علي فخرجت في اثارهم انظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الابل ووجهوا الى مكة انتهى الوجه الاول وفرغ الناس لقتلاهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الرجل ينظر لما فعل سعد ابن الربيع افي الاحياء هو ام في الاموات فقال رجل من الانصار حاشية هو محمد ابن مسلمة الانصاري انا انظر لك يا رسول الله ما فعل سعد فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق فقلت له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرني ان انظر افي الاحياء انت ام الاموات قال انا في الاموات فابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وقل له ان سعد ابن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته وابلغ قومك عني السلام وقل لهم ان سعد ابن الربيع يقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان خلص الى نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنكم عين تطرف قال ثم لم ابرح حتى مات فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبرة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به فاجدع انفه واذناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى لولا ان تحزن صفية ويكون سنة من بعد لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير ولئن اظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا والله لئن اظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها احد من العرب عن ابن عباس ان الله عز وجل انزل في ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول اصحابه وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن المثلة وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم امر بالقتلى يوضعون الى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه تنتين وسبعين صلاة قال ابن اسحاق وقد اقبلت فيما بلغني صفية بنت عبد المطلب لتنظر اليه وكان اخاها لابيها وامها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير ابن العوام القها فارجعها لا ترى ما باخيها فقال لها يا امة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان ترجعي قالت ولم وقد بلغني ام مثل باخي وذلك في الله فما ارضانا بما كان من ذلك لا احتسبن ولا اصبرن ان شاء الله فلما جاء الزبير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك قال خلي سبيلها فاتته فنظرت اليه واسترجعت واستغفرت له ثم امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن وكان قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم الى المدينة فدفنوهم بها ثم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ادفنوهم حيث سرعوا عن عبد الله ابن ثعلبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسرف على القتل يوم احد قال انا شهيد على هؤلاء انه ما من جريح يجرح في الله الا ويبعثه الله يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون دم والريح ريح مسك انظروا اكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه امام اصحابه في القبر وكانوا يدفعون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينة فلقيته حملة بنت جحش فلما لقيت الناس نعي اليها اخوها عبد الله ابن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها خالها حمزة ابن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها زوجها مصعب ابن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوج المرأة منها لبمكان لما رأى من تثبتها عند اخيها وخالها وصياحها على زوجها ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل وظفر فسمع البكاء والنوائح على قتلهم فدرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قال لكن حمزة لا بواكي له فلما رجع سعد ابن معاذ وأسيد ابن حضير إلى دار بني عبد الأشهل أمر نساءهم أن يتحزمنا ثم يذهبنا فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه فقال ارجعن يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن المؤساة التعزية والمعاونة ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد فلما نعو لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أروني حتى أنظر إليه فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل تريد صغيرة فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال اغسلي عن هذا دمه يا بني فوالله لقد صدقني اليوم وناولها علي ابن أبي طالب سيفه فقال وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة وكان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال فلما كان الغدو من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو فأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس فكلمه جابر بن عبد الله ابن عمر ابن حرام فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ولست بالذي أؤثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها الاثنين والثلاثاء والاربعاء ثم رجع إلى المدينة وقد مر به معبد ابن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامه صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها ومعبد يومئذ مشرك فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك ولوددنا أن الله عافاك فيهم ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان ابن حرب ومن معه بالروحاء وهي قرية لمزينة على ليلتين من المدينة وقد أجمع الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا أصبنا حد أصحابه وأشرافهم وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط قال ويحة ما تقول قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال فإني أنهاك عن ذلك والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر قال وما قلت قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلة إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي فضلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذوني فقلت ويل بن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيني إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد لا وخش قنابله وليس يوصف ما أنذرت بالقيل حاشية تهد تسقط لهول ما رأت والجرد جمع أجرد وهو الفرس القصير الشعر الأبابيل الجماعات تردي تسرع والتنابلة القصار الأميل الذي لا يثبت على السرج والمعزال الذي لا سلاح معه تغطمطت اهتزت الجيل الصنف من الناس البسل الحرام والمراد قريش لأنهم أهل مكة ومكة حرام ضاحية أي علانية والإربة العقل وكذلك المعقول الوخش رجالة الناس والأخساء منهم والقنابل جمع قنبلة وقنبل وهم الطائفة من الناس ومن الخيل عودة للنص فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون قالوا نريد المدينة قال ولما قالوا نريد الميرة قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاب إذا وافيتمها قالوا نعم قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة ذلك قبل رجوعه إلى المدينة معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص وأبا عزة الجمحي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره ببدر ثم من عليه فقال يا رسول الله أقلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين اضرب عنقه يا زبير فضرب عنقه حاشية وقيل قال له إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين اضرب عنقه يا عاصم ابن ثابت فضرب عنقه عودة للنص فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عبد الله ابن أبي ابن سلول له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له في نفسه وفي قومه وكان فيهم شريفا إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا ثم يجلسوا حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع بالناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجرا البجر الشر والأمر العظيم أن قمت أشدد أمره فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال ما لك ويلك قال قمت أشدد أمره فوثب علي رجال من أصحابه يجدبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره قال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي قال ابن إسحاق وكان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص اختبر الله به المؤمنين ومحن به المنافقين ممن كان يظهر الإيمان بنسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه ويوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته عنوان يوم الرجيع في سنة ثلاث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة وهما قبيلتان من الهون ابن خزيمة ابن مدركة فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه وهم مرثد ابن أبي مرثد وخالد ابن البكير وعاصم ابن ثابت وخبيب ابن عديد وزيد ابن الدثنة وعبد الله ابن طارق وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم مرثد ابن أبي مرثد فخرج مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ماء بهذيل بناحية الحجاز على صدور الهدأة والهدأة موضع بين عسفان ومكة غدروا بهم فاستصرخوا عليهم هذيلا فلم يرعوا القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم فأخذوا أسيافهم ليقاتلهم فقالوا لهم إنا والله ما نريد قتلكم ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم فأما مرثد ابن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا فقال عاصم بن ثابت ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطن وكل ما حمّى الإله نازل بالمرء والمرء إليه آئل ثم قاتل القوم حتى قتل وقتل صاحبه فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد ابن شهيد وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لإن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر فمنعته الدبر وهي الزنابير والنهل فلما حالت بينه وبينهم الدبر قالوا دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعت يحفظ الله العبد المؤمن كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته وأما زيد ابن الدشنة وخبيب ابن عدي وعبد الله ابن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة فأعطوا بأيديهم فأسرهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله ابن طارق يده من القران ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجرة فقبره رحمه الله بالظهران القران حبل يربط به الأسير وأما خبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة فقدموا بهما مكة فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة فابتاع خبيبا حجير ابن أبي إهاب لعقبة ابن الحارث ابن عامر ليقتله بأبيه وأما زيد ابن الدثنة فابتاعه صفوان ابن أمية ليقتله بأبيه أمية ابن خلف وبعث به صفوان ابن أمية مع مولا له يقال له نستاس إلى التنعيم التنعيم موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وأخرجوه من الحرم ليقتلوه واجتمع رهتم من قريش فيهم أبو سفيان ابن حرب فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي يقول أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ثم قتله نستاس يرحمه الله عماوية مولاة حجير ابن أبي إهاب وكانك قد أسلمت قالت كان خبيب عندي حبس في بيتي فلقد طلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل قال لي حين حضره القتل ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل فأعطيت غلاما من الحي الموسى فقلت أدخل بها على هذا الرجل البيت قالت فوالله ما هو إلا أول الغلام بها إليه فقلت ماذا صنعت أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي ثم خلى سبيله ثم خرجوا بخبيب حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه قال لهم إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين ففعلوا قالوا قالوا دونك فاركع فاركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لستكثرت من الصلاة فكان خبيب ابن عدي أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ثم قتلوه رحمه الله فكان معاوية ابن أبي سفيان يقول حضرته يومئذ في من حضره مع أبي سفيان فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضتجع لجنبه زالت عنه انتهى الشريط العاشر وللكتاب بقية على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا